اشتركوا في القناة اغتيال رئيس الشهيد بشير جميل نسعيد هذه الذكرى بحلقة خاصة بعنوان بين بشير وسامير وبحاول فيها رئيس حزب الكوات اللبنانية الدكتور سامير جعجا أهلا وسهلا فيك حكيم أهلا السيد زاني حكيم وين كنت بـ 3-14 أيلول 1982 كنت بسكنة القطارة عيدي كانت مركز قيادة الجبهة الشمالية كلها اللي بتمتد إذا بدك من جرود تنورين تتلحق البربارة الشهيرة يلي كتار حطوا بضهر طوني زهرة طوني زهرة ما قالوا أي علاقة يعني لم نقريب لهم معنى صار موضحة ألاف المرات هذا تقلك بس قداش الخبرية بالبنان إلى أهمية حد الحقيقة لمهم كنت بسكنة القطارة بعيتولي دغري كنت بمكتبي أنا بعيتولي على غرفة الإشارة وقتا ما كان فيه مثل هلا يعني سلولار وتلفونات وسمارتفون بعيتولي على غرفة الإشارة نزلت على غرفة الإشارة عم بيحكم معنا من المجلس الحربة قال أن الشيخ بشير كان باجتماع بباتكة تائب الأشرف فيه وطلع انفجار كتير كبير ما معروف بعد شي صاير حملت حالي أنا دغري دوارت سيارتي وضلت نازل من الإطارة على المجلس الحربي يعني ثلاثة رباقة الساعة الساعة كنت بالمجلس الحربي وصلت على المجلس الحربي مليان ناس مجلس الحربي يعني مليان ناس بتطلع بالساحة كلها سوا ناس وقفوا وقفوا عم تتواش واش وعم عم تحكي بمكتب الشيخ بشير شخصيات سياسية من نور واحد أول كان الله يرحمه الشيخ بير بير الجد كمان شو رو 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 عم بيحكم هلأ صرت أسأل شمالية ينتب شو بيان شي يقول لي ما عرفنا أي شي بهالقصة أنا من قديمه جاية يعني عندي صديق بالقوة هو أسعد سعيد فشوية بلتقي بأسعد سعيد جاية جاية من صوب الأشرفية قربت هيك صوبه قلت له بيان شيء أسعد كيف كذا أسعد قال لي شيء بدون ما فتحت أمه يعني ما بنصدق كيف بتعابير الوجه لا مش بتعابير الوجه خيالي لا طبعا ويقفنا كتير رابع بعضنا يعني كنا عم بيقلي شيء بس ما يحس انه شفافه وفتحه قال لي ميت الشيخ بشير وخبرنا الخبريين كله هو كان فوق بعمل يترعى من السشفى وشيف وعرفه من الخاتم بأسواه إلى آخرية بس بين التاريخ الانتخاب وتاريخ الاغتيال كان عندك براسك كلي راس أمنى لحد بعيد انه هاجس اغتيال رئيس بشير من وقت اللي يجربوا يغتلوه وفديته وبنته مايا كلنا كان عندنا هاجس وهو بالتحديد مش ان هيك يشكل فريق أمني خاص بس دل يتنقل لوحده بس بزيت الوقت مع فريق الأمني حول منه بشكل من الأشكال يعني أنا انتبه وقته ما كنت أنا جونيور بالقويت وقته مش سينيور يعني ومعه وعندي يشغل معه كل الوقت ما كنت أعرف انه يتنقل لوحده ولا ما يتنقل لوحده بعرفه مشكله فريق أمني خاص مش انت لحماية الشيخ بشير عم بحكي من سنت الثمانين نحن هلأ باثنين وثمانين 14 عالي واثنين وثمانين وبالتالي أصلاً كانت مأخوذة بعين الأعطبات بس دكتور جعجع اغتيال بشير إلى حد ما شكل هاجس كمان أبني لألك لهالقد اليوم يعني محطات أمنياً لأنه فيه التجربة سابقة هلأ من الجملة فيها التجربة مع أنه هلأ اللاعبين المعنيين مختلفين أقوى بكتير وعندون وسائل أهم بكتير من يلي كان عندون إياها وقتها منظمة التحرير من جهة ومنظمة التحرير طبع هيك الأيام مش الموجودة هلأ ونظام نظام الأسد هونيك القصة بقى ايه مش ان هيك بدأ يعني مش بس عكيد الشيخ بشير بس من بعد الشيخ بشير وصولاً لرفيق الحريري وصولاً كل اللي وصولاً لو يسام الحسن هو رجل أمني وغيره 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 واغتياره فأذن إيه يعني نحن بمواجهة أطراف بحيالة وقت ما وقت ممكن تقدم تقدم على الإغتيال لأهداف سياسية فمشان هيك أكيد بدأ اغتياطات كبيرة تتذكر أول لقاء مع رئيس بشير جميل أول لقاء مع الشيخ بشير صراحةً برجع بقولك أنا وقتاً كنت من القعدة الكتائبية من القعدة الكتائبية ما كنت ما كان عندي لا موقع مهم ولا شغل مهم ولا كنت يعني من الأقران طبع الشيخ بشير لا بقى كنا نلتقي من أوائل السبعينات ببعض الاجتماعات الشيخ بشير من يلي من يلي طلعوا من تحت طلوع مع أنه ابن بير جميل كان يروع على اجتماعات عادية يعني نكون مثلاً بيخلوا إلى مصلحة طلاب يكون موجود شي شي مطرح فهيك بلشت يعني مش تعرفت عليه أنه عرفني وعرفت وقعدنا خصوصي وتبحثنا بشي هلأ من بعد من بعد 76 بالأخص يعني من بعد مسارة حرب الكورة اللي أنا كنت بفرصة جامعية وفجأة وقعت حرب الكورة الفلسطينيين طلوا احترلوا الكورة ونزلت أنا بال كونتر أتاكي اللي شاره هونيكي بقى سلمت مسؤولية اللي هي آي آي ساكني آي ساكني ددي كان اسمها أوكي من وقتها صرت روح على اجتماعات أديئ بكتير ورسمية يكون الشيخ بشير مترأسة للتباحث بالأوضاع العسكرية ومن هونيكو رايح كفينها هيك على من وقت التاني يكون عندي الشي معين وقف من بعد الاجتماع أنا وياه أو هو عايتني مش أن الشي معين بس بها الحدود برجع بلك أنا وقتها ما كنت سينير يعني كنت جونير بها الحدود مثل حياة اللقاية سكنها مثل حياة اللقاية جبها بس كانت جذبك شخصية بشير مثل اكتار من الشباب ايه بتقال لك شغل تبين يعني مش قصة محبة عاطفية ولا غير محبة عاطفية الشيخ بشير من الأشخاص يلي بيخلوا قرار بالبلد أخذ قرارات ضد مصلحته كتير قرارات ضد مصلحته وأخذ قرارات كتير بده جرأة مثل شو؟ كان قيام حربه كتير قرارات بده جرأة يعني من من الأشرفية وجر في كتير إشياء يعني ما بدي ما فيزهم أرجع أذكرها مش إنه إشياء سرية لأنه قيام حرب وملفات مؤلمة ومرأة عليها الزمن هلأ بس حدا غيره ما بياخد هايك قرارات ووحدة من المشاكل الأساسية اللي بيعاني منها لبنان هو المسؤولين ما بياخدوا قرارات لأنه قرارات ممكن تكون صعبة ممكن تكون مؤلمة ممكن تنعكس سلاك سياسيا سلبية الشيخ بشير أخذ كتير قرار بتمس بسورته هو سياسية ما كان عم نفكر السياسي كان عم نفكر شو لازم نعمله من نعمله هاي الجانب كتير جذبني بشخصيته إنه القرارة اللازم يتخذ كان ياخده بغض النظر عن انعكساته على هو شخصيا هترتك بداياتك ويمكن بعدك له هلأ كمان ثائر على العائلات التقليدية ومنها العائلات الجميل كنت تفصل بين بشير كشخص وانتماء العائلة هون 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 بدلومك أنت عسويل لا رح قال لك لا وقت اللي كنا بحزب الكتائب يعني أنا دخلت بحزب الكتائب سبعة وستين اتنين وستين سنة سبين أخدت بطاقته بيرج ميل الجد وكان عامل حزب حزب ما قال علاقة يعني بعيد كل البعد عن منطق العائلات السياسية يلي بيحاربوا الأحزاب يلي بواجهوا الأحزاب يلي حتى يمكن بيحاربوا العقائد وبيحاربوا المبادئ ويحاربوا كله بس حدثتك ببشر كنت سائر على العائلات التقليدية سائر على العائلات التقليدية اللي كانت عم تتسرب بشكل تقليدي أكيد يعني كل عائلة قاعدة وبعدنا الهديد هلأ أنه الزعيم العائل العشائري يلي كل شغلته في نكتي يا عبنا كتير حلوة بيقولوا الشيخ حبيب الله يرحموا الشيخ حبيب كيروز ما بقى ببيت كيروز حتى تدب ببيت كيروز تعم تبقى مار لقى له وظيفة شو الوظيفة اللي لقى ليا وقتا ما كان في طريق على وادي أمدوبين تحت كان ينزل البريد عليها أوكي وبالتالي يدفع أولها مشان زحيم التقليدي هيك يعني هو شخص يلي بيرعى زعيمته زعامته أو عائلته أو عشيرته وكل شغلته بيها هلا البلد عمين على الله مشان هاك عصلا وصلنا لهون بيرج ميل جد لا مش هيك أبدا 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 أقصى اهتمام وكان بالشأن العام وأجبدا كيف بلش عمله السياسي بلش بس سبعة وثلاثين ثمينة وثلاثين ما هيك بس يعني وين كانت النقطة الفصل وقت الاتالي الانتداب الحائلية التقليدي بيقيت لو انتداب ما بيقيت لو حدا إذا فيه انتداب بيمشوا معه إذا راح الانتداب بيسبوه ما هيك فأزان لا بيتج ميل وقت الفتنة على حزب الكتاب أبدا ما كانت طابع طبعهم طابع عائلة يعني عائلة تقليدية أبدا هيا بما يتعلق بيرج ميل جد هلا هلا انتبه بفصل هالشي عن يلي عاد صار بعدين غير بعد هلا أكتر وأكتر بشير جميل ويه بشير جميل كان كان أيامتو أصلا على العائلات التقليدية فإذا ولا بمطلح من المطار لقيت حالة بإنفصام مع حالة أنه أنا ضد العائلات التقليدية وكيف هون ماشي مع عائلة تقليدية لأنه ما كنت ماشي مع عائلة تقليدية كنت ماشي مع أفراد من عائلة تقليدية عم بيعملوا كل شي غير التقليد بس بعدين يعني برز كأنه في جنحين بالكتاب اللبنانية جنح اللي بمثله بشير جميل والمجموعة اللي معه وجنح بمثله بيير وثم أمين جميل صح؟ كان في هالجواني الجو التقليدية والجو الشباب الثائر لا اللي صار بعدين قوة لبنانية هاي بظهر الحال يعني إذا أنت عم تطلع من برا بس بحقيقة الحال بحقيقة الحال لو بيير جميل ما كان راضي لبل مبسوط باللي عم بيعملوا بشير كانوا أقفوا من أول نحظة صحيح أنت لقا من العادات هلأ هون ما بعرف إذا جديا ما بعرف إذا بيير جميل الجد جد هو ولا هيك بتسلسل الأمور الطبيعية يعني إجا أمين هونيب بالمثل ما بعرف لاش تأحكم عشان ما بعرفه بس اللي بعرفه أنه وعد فكر بشير جميل كان يقطع خط قطن بدون معرفة بيير جميل الجد هو كان يتظهر بيير جميل الأب الجد على أنه ممعه خبر يمكن أوكي لأنه نمطه مش نمطه كل الوقت كان يشتغل الشيسي يشتغله غير شكل بس عطول كناري فإذا ما فيه نقول لك فيه نقول كان فيه نمطين بالشغل نمط بشير ونمط أمين بير جميل هون شأت ظروفه أن يكون بي اتنين وبالتالي هون تصرف كبي بير جميل أكتر مما تصرف كرئيس حزب بس أنتو كمجموعة إلى حد ما قريبة من بشير ما حوربته شوي بعد استشهاد بشير يعني صار فيه انتخابات مكتب سياسي لحزب الكتاب وحضرتك ترشحت وسقط وسقط غيركم يعني سقط كريم بكرادوني الفريد ماضي تعدلت انتوياه الآن عنده أقدمية فاز يعني وسقطه كل المجموعة اللي كانت قريبة من بشير يعني كأنه كان مش أنه تحراب ما بدني أقوله انتقام لا لا ما فيني أقولها بس المدرسة الأديمة كانت هي البعضة متحكمة بالحزب بكافة الأحوال هذا السبب يلي خلى بشير جميل أنه يعمل القوات اللبنانية كان مفترض يلي هي هلأ القوات اللبنانية تكون هي مجلس الأمن كان اسمه بحزب الكتاب القوى النظامية بحزب الكتاب يعني كان مفترض أنه بدلا ما يكون فيه شيء اسمه قوات البنانية يكون فيه شيء اسمه القوى النظامية بحزب الكتاب ليش رأى عمل القوات اللبنانية لأنه حس بالرغم من كل قوته بالرغم من محبة الآخرين لأله حتى داخل الحزب ما بقى قادر يتعيش مع المدرسة الأديمة مع الحرس الأديم يلي بالحزب كيف بالحارة بس مات بشير جميل بس تشهر بشير جميل أكيد يعني ما رح يقبلوها نحنا يلي ظلينا موجودين وكل شيء يعني المعركة اللي جربنا نحن نعملها بداخل حزب الكتاب الشيخ بشير عيامه ما عملها رأى على القوات اللبنانية نحنا جربنا لأنه لأنه وقتك كنا صرنا هقوى بخلاف ما البعض يفكروا جربنا أنه طيب القوات عال مش الحالة عنا القوات خلينا هلأ نجرب هل الكتاب اسم كبير الكتاب خلينا نجرب هكيك موجودين وكلنا كتابيين كلنا يعني مين بدك ألفريد ماضي كريب أكرادوني أنا ممكن بعد ما رشح معنا يمكن زمن المغلط جورج أسيس يمكن ماني أكيد أو حاجة تاني كلنا يعني كتابيين مخضرمين مخضرمين خلينا عال لش نترك الساحة جربنا طلعت المدرسة القديمة أقوالنا بعد في سؤال بتكرر متنين واربعين سنة ماذا لو حكم بشير كان رح يكون رئيس مثل غير رؤساء بيجو بيوعدوا وما بيقدروا أو مبدون يوفوا بيوعدوا أو لأ كان غير شي بشير حال أكيد يعني برجع بيلك أنا مكنت من الأشخاص يلي هيك بالحلقة الدايقة الدايقة بس علي شفته يعني أنا وكبت الشيخ بشير مباشرة من سنة ستة وسبعين لسنة اثنين وثمينين يعني أنا مرحلة ست سنين مباشرة علي شفت لا 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 شيء آخر مختلف في ظروف مش دائما الشخص هو اللي بيقرر في ظروف طبعا فيهم مخلونة الظروف بتأثر فيهم ما يخلوك بخمسة بالمئة بالمئة بعشرة بالمئة بعشرين بالمئة مخلوك بتلاقي طريقة تتخطى الصعوبات والناس يلي ما عم تخليك بكيف تلحويل هوا طبعا المخلونة مازال مخلون بالطاقة ليش دلوا فيها مخلونة بلاشوا طيب ليش هلأ عم يكملوا عمل سياسي بس هاليا صغير بشير جميل كان في مئة شغلة اكتر ما يخلو فيها لو بتشوف قداش كان يتحرى بأوقات من داخل حزب الكتائب يعني أكتر واحد كان فيه يقول بكل سهولة ما خلونا الشيخ بشير كان يعمل مئة ألف قصة ورواية يلتف حول المصاعب والمشاكل حول اللي عم بعرضوه حول 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 مش أنت يوصل على ما هذا القائد شهو القائد أكيد كان بيكون مختلف عن كل شي شفتها لا لأنه شخص بياخد قرار يعني أنت قال لك شغلة توجهه سياسي وواضح بده دولة ودولة سيادية مش أنه دولة خمفوشارية مما كان بوابة مفتحة بوابة مخلعة مش مفتحة مما كان بفوت مما كان بيطلع بده دولة سيادية كنظافة واستئامة ولكن مجرد منتخب رأي جمهورية كلها سوا هيا على صعيد التوجه والمشروع السياسي هلا أصعيد أصعيد الترجم الفعلية ما تبين الترجم الفعلية انتبه حدا غير بشير جميل بالظروف بسنة الخمسة وسبعين وسنة اثنين وثمانين ما كان قدر خلص بهالأوضاع بغض النظر مثل ما قلت لك في كتير ملفات ما بدي أرجع لها بس ما تفكر يعني بس بعطيك مثل صغير في شي صورة طلعت بأقوى مما طلعت فيه صورة سورية وان صورة تشارزها ميت واتخلها وما قدر حدا اتفق مع حدا وراحوا ميت شقفة من هون ومن هون إلى حد أنه كان ممكن تكون أكبر ثورة بالأمر الواحدة وعشرين يخلصوا حانهم ويخلصونا معهم لا كيف انتهي لا بشير جميل كان بوضع لا يحسد عليه أبدا ولا كيف عمل فأزن لا أكيد كان الرئيسي بيأخذ قرار والرئيس اللي بيأخذ قرار ومعروف شو اتجاهه ما تعد خب يمكن ما يقدر يعمل مية بالمية من البدوية بس أنا أكيد بيعمل فوق الخمسين بالمية من البدوية لكن احنا عشرين تلتين بالمية من البدوية رابين يعني وقتاً تغيب بشير كان فيه يمكن إذا فينا نقول رأيين بحزب الكتاب وحزب القوات البنية في ناس مع الانقلاب يوصل بشير إلى رئاسة بانقلاب يغير النظام كله وفي ناس لا بدون يروحوا بالمصار الدستورة الطبيعي الشرعي ليكون رأي الشرعي كامل المواصفات حضرتك كان عندك رأي بهذاك الوقت لا إنه إذا رأي شخصي أقل لو إنه أنت كنت مع الانقلاب أو لا مع الدخول بإطار المؤسسات لا مع الدخول من خلال المؤسسات لأنه فيك تعمل نفس الشغل ما تفكر حتى لحديث هلأ أستاذ داني هلأ 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 ما هيك كثير إيش بتشكه من الناس من داخل المؤسسات فيك تعملها أنت بس وإن المشكلة إنه قد من المرأة لحد هلأ قد من أنت عيسين وميعين وخنفوشريين عارف كيف ما حدا بيأخذ موقف شي صرنا مفكري إنه ما بينعمل شي من داخل المؤسسات مش مزبوط كله بينعمل من داخل المؤسسات بس الله هم بدك داخل المؤسسات حتى تكونها بضايا بدك قرار بدك قرار بدك يكون عندك خوض المجلس النية بالحالة أنا بأكد لك داني بأكد لك إنه بالقليلة كيف ما برمتها في خمسة وستين نايب من رأينا كيف ما برمتها بس في ثلاثين ثلاثين منهم ما بدون يواجه شو بتطلع النتيجة يا معلمة بتطلع النتيجة مش كانوا مش من رأي يعني القرار شغل كتير مهمة عشر تلاف واربعمية واثنين ووحبسين كيلو من ثلاثين من ربا هيدا الشعار اللي ارتبط باسم بشير ما صار أصعب اليوم بتحقيقه عما كان باثنين واثنين أبدا لعشر تلاف واربعمية واثنين وخمسين من هلأ إلى أباد الآبدي لازين دلوا عشر تلاف أربعمية واثنين وخمسين هلأ شو بدنا نعمل دخلوا نهنا بحث آخر بس إنه حدود لبنان دولية لا بين لعب فيها ولا بين مزح فيها ولا شي بس كسيادة لبنان عم بحكي مش بس كمسيحة جغرافية كسيادة مش صارت هادي السياسة أصعب تحقيق اليوم أنا رأي مع كل الظروف والمحاور بالمنطقة لا بيكفيك أنت على أنك تسوي بالوضع داخليا أنت مشكلتك هلأ داخلية إن بعض مثلا بعض الناس بفكروا بعطيك مثل صغير إنه قصة المخيمات الفلسطينية بس نسمع فيها مثل هلأ في حادث صغير اليوم بمخيم عالها إنه مثل كأنه الشي الشغلة يعني يا لطيف شو حلة داني تأكد تمام إذن وجد مسؤول مثل ما لازم بخمسة دقيقة وبدون ضربة كافة الحلو بتحلى كلها سوى هادي ما تبدك حدا يسترجي يوقف يقول هاك لازم نعمر وهاك بدنا نعمر فإذن أنا لأ ما برأيي هاك طبعا عندك عقبة كتير كبيرة بالوقت الحاضر هي حزب الله من بعد ما تمكن يعني هاك يسيطر على الشيعة في لبنين كلهم سوى تقريبا ها أكترية عند الشيء صارت وضعية أصعب بس برضو بدلت سياسة وحدة قادر أنت تلاقي الوحيد لو ضل بشير كان في حزب الله لا أكيد لا أكيد 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 مش بس ولا ضل أي شيء تاني كان بيكون عندك دولة دولة سوية دولة مثل كل دول العالم ما بدنا نخترع برود نحنا خي دولة عندها جيش عندها قوة الأمن داخلة عندها مؤسساتها عندها إداراتها ومش ومش أبوابها مخلعة ومشرعة على كل حالة بيجي من الحياة لها مطرح لا ها هيك ها هيك للقصة حبيب الشرطوني يعني المختلف بجريمة اغتيال بشير جميل عن كتير جرائم متهم متهم بين لبنان وسوريا يمكن بهاوية أخرى ما بعرف مش صار لازم ينفتح بقى ملف حبيب الشرطوني ما نفتح فتح قضائيا ونحك ونحك والقوة الأمنية جربت كتير وقات بتصور أكتير توقيت عم بيقضي بسوريا شو بك تعمل بس أنا بتروح معك من هون أبعد حبيب الشرطوني كان الأدات يلي خطت خلف اغتيال بشير جميل نظام الأسد لك هو الحديث هلأ بعد واه سوريا شقيقة وقال سوريا ايه شقيقة بسرعة بنحكي عن نظام نحن لش سوريا فيه سوريا لا معد فإذا انت تروح على على أساس الموضوع صلب الموضوع النظام الأسد يلي بالرغم من كل شي صار يعني ولو إنه ما بقى عنده هكي بقى بعده موجود هون حد وهي يلي لازم نشغل كلنا سوال يخي إذا اللبنانيين ما بدون يحسوا مع بعضهم بالحد لأدنى إنه عشوق أيام هالبلد لكان نظام الأسد ايه هو اللي ورا اغتية البشير جميل بنظرتك حكيم للقوات كانت فيه فيه نظرة يعني تنظيمية نعم نحكي مش سياسيا فيه كان نظرة مختلفة بينك وبين بشير حضرتك يعني كمان يقال سمعت خبرية من أحد رفاقك للقوداما إنه بتقول كان الأنسى بيكون بشير جميل قائد قوات وأنا عمين عام القوات لن تنظيميا يمكن ناجح وبتكمل دوره القيادة لا 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 ولا 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 كان يكون فيه نتفت اختلاف وجهة النظر بما يتعلق بمشكلة الشمال وقته يعني بس بس غير عن هايك ولا ولا اشتب رأسي يوم من الأيام البعض كان يطرحوا هايك إنه لو الصفات الاستراتيجية والقيادية اللي عن بشير جميل تقرن بالصفات التنظيمية اللي عن سامير جعجع بسأنا وينك وين كنت كتير بايد عن عن هايدي وبكيف تلحوا على يوم من الأيام يعني سعيد نحو هايك مركز معين لأن هاي هي أتولية وتستشهد كانت علاقتكم جيدة كانت علاقتنا عادية كان فيه أوقات تكون علاقتنا جيدة أكتر بس كانت علاقتنا عادية ليش إيه صار فيه بخلاف وجهتنا بنظر حول حاجزة البربارة الشهير من وراها من وراها بردت كتير العلاقة أنا صرفت لشغلي وصرت روح على الاجتماعات العادية وطبعا الشيخ بشير بشغله مثل ما هو بس ضل كل شيء عادي عادي طبيعي لا ما كان بأحسن حالاتها بس عادي عادي بس استشهاده أثر فيك مقلوم غير شيء أكيد غير شيء بكل ذكرى 14 أيلول يردد شعار بشير حي فينا اليوم بشير حي بالقوات اللبنانية وكيف؟ أكتر من أي وقت آخر رح قال لك كيف ولو يعني على مدى أوسع وأكبر بعد القوات عم بتواجه نفس المشاكيل نفس العقبات يلي وجهها بشير وقتا كان عنده هو التنظيمات المسالحة الفلسطينية نحن هلأ لدينا هلأ حزب الله يلي عقص عبلا هاديكي انت كنت لقيتهم بعصب وجود غربهم وجودين عقارة لبنان هلأ هذا بيقول لك أنا لبناني فأذن هاي الصعوبة الثانية كانت السورية ومحاولتها هايمنة هلأ جلما في استبدل السورية بإيران يعني أكبر بكتير وأذكر بكتير بالتصرفاتها فأذن بعد عم نواجه نفس الوضعية وعم نواجه بنفس الطريقة يلي كان عم بواجه فيها بشير مش نهيك ايه فيني يقولوا عاكتر انه بشير حي فينا أما من ناحة الدولة والتصرفات تجاه الدولة فكل عالم تعرف شو موقف القوات من الفساد وكيف ممارستها بالدولة وبالوزارات وبالنيابات ومطرح مهين موجودة فأذن من كل النواحي بشير حي فينا أكتر من أي وقت آخر لأنه للأسف ولو مرأة 42 سنة صار على استشهاد بشير جميل بعد نعم نواجه ولو بأسماء وأوجه مختلفة نفس الصعوبات نفس القضايا يلي كانوا عم بواجهة بس دائما نعمل مقارنات بين شخصية بشير جميل وشخصية أخرى كان حضرتك وكان كيادات أخرى تجوز المقارنة أو في ظروف مختلفة كمان في ظروف مختلفة وفي كل شي بس أكيد أنا آخر واحد تسألني عن هذا الموضوع حكيم وقت استشهد بشير جميل طلع نبأ على إزاع صوت لبنان الكتائبية بقول مات الحلم اليوم أنتو عم تقولوا الغدولة يعني قد تكون النقيد بين الموت والغد والحياة في المستقبل تأتي لك شغالي وقتها بهيك اللحظة هذا كان شعورنا كلا يعني شئت أما بيت وأكبر دليل اللي صار بعدين كان الحلم بجسد بشير جميل أوكي وقتها وقتها هيكين بس ما فيها نظلها هونيك لا بدنا بدنا نلملم جي راحنا وهيكي واجعنا ونرجع نستمر تنحوي نرجع نحق الحلم من الجيد وهيدا يلي مجموعة كبيرة من الريفاء بالقوات نتبه في بعض المجموعة خلاص راحة مع زوال الحلم مضبوط يعني تركوا تركوا لأ نحنا كفينا عاشي الثاني نرجع نجرب نجسد الحلم وأنا رأيي يعني بشير ما مطرح ما هو بيكون كتير فخور بالقوات الموجودة بالوقت الحاضر لأنه تماما مثل ما هو كان يشوف القوات تماما مثل ما هو كان يتأملها تماما مثل ما هو كان يتصورها وبنفس المشروع السياسي وبنفس الاتجاه وبنفس الممارسة غدو لنا لمن؟ غدو لنا لللبنانيين يلي منفكر هيئك مش لنا يعني بس نحنا كقوات لا بس لكل اللبنانيين يلي بيفكروا هيئك شو بفكروا يعني خي بقى أبدا بلد وتكون في بلد بدك دولة وتكون في دولة هاي إلى إلى أصول وإلى دستور إذا هوا ما التزمت فيهم ما هم يكون عندك بلا فأكبر دليل البطء عن أننا فيه بالوقت الحاضر فالغد لهو شكرا لك دكتور جعال أهلا وسهلا أهلا أهلا داني